وديوجيا عمر اديم عمرين عديم ده قصة بقى تشوف عمرين كان بطش مراجأت عليها وعسنا المطش اقلاء SEE بص زمالك..حيكسب ماتش.. يوم الجمعة يوم الجمعة..زمالك..لكắt هكسب الترتيب differently in a어.. يكسب زمالك الجمعة الجمعة الزمالك..يعني رتب الجمعة لزى ما أنت عايز طيب كان بYصامم히 arose.. طب هو عاد بيتفرق بقى ترقبا لان فيه شيء حيحصل ياريت تبركز معاه وهو بيتفرق طب نتفرق من انت عما يمكن ياريت نشوف بقى خمس دايق غير الوقت ضايع يعني بنتكلم على من سبع لثمن دايق لو الماتش طلع كده وعلى فكرة بيقولولي ان المباراة سجال يعني مفيش حد مسيطر على الماتش هاجمة هنا وهاجمة هنا ومش باين بالضبط مين المتفوق في هذا الشهد وجاد كرة في العرضة هنا وكرة في العرضة هنا إلا إذا أحد الفنانين العظماء من الآلي أو الزمالي قدر استبع تمن دايق جيين أن يقوم بوصلة فنية زي الوصلة بتاعت شيكبالة أو بتاعت عمر السلية ويحرز هدفا وينهي المباراة بالضربة القاضية إيه اللي حيحصل؟ جون النادي الآلي يحرز الهدف الثاني لسه بقول لحضراتكم حد فنان هيقدر أنه هو يجيب الهدف القاتل وأظن أن كده النادي الآلي ينهي المباراة وينتهي كأس السوبر أنا لسه من عشر ثواني بقول لحضراتكم أحد الفنانين وفعلا هي كرة تعبة يا تشينك واب بيتفرج وكلنا وقفين بيتفرج وأنا سبحانه أهو لطشها لطشة لطشة فنان في المصر بصراحة أفش ما أنا بقولت لكم أحد الفنانين العظام تاقوم بوصلة فنية أفشة جاي بجن أفشة أفش الزمالك كله روح يا أخي ربنا يبارك لك ربنا يبارك لك أنت ورجلك وكل حاجة أفشة الصفقة الفسدة بيرد على الأستاذ عمر قديم إذا مالك حيكسب يوم الجمعة يوم الجمعة إذا مالك حيكسب إذا مالك حيكسب يوم الجمعة يوم لأول مرة في حياتي يزيع الدقائق الأخيرة من المباراة عشان يقول لك جون أفشة أفشة ماتش كله ويكسب الأهلي